الأزمة اليمنية تدخل نفقا جديدا إشارات تبدو متناقضة لكن في حقيقتها تشير لأن الأزمة تسير باتجاه مزيد من التعقيد وربما النسيان حددنا مدة 15 يوم للمشاركين في هذه المشاورات أن يتم حسم الأمور خلالها من الكويت كان نائب وزير الخارجية الكويتي يعلن أن بلاده ليس بوسعها استضافة المشاورات اليمنية إلى ما لنهاية وأن السقف الزمني المحدد ب15 يوما للجولة الثانية من المشاورات ستكون هي الفرصة الأخيرة للمتفاوضين اليمنيين للتواصل إلى حل قبل أن تطوى هذه الصفحة في لندن ومع الاجتماع الذي يبدو أنه سيقرر مصير الأزمة اليمنية كان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات يدعون إلى خليط من الحلول هي نفسها النقاط التي لا تزال محل خلاف عميق وكبير في الكويت وبحسب البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الرباعي فإن المجتمعين باحثوا تسلسل اتفاق محتمل وأكدوا على أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة ومناطق أخرى واتفاقا سياسيا يتيح استئناف عملية انتقال سلمية تشمل الجميع فيما لم ينسوا التأكيد على ضررة أن لا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار اللافت في البيان هو تأكيده على أن تشكيل حكومة ممثلة للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش بفاعلية وهو ما يشير بوضوح إلى نقطة ارتكاز الفشل الذي بقي يلف عمليات التحلف العربي وجهود السلطة الشرعية لإسقاط الانقلاب طوال عام ونصف وبحسب ما يشير إليه البيان فإن هذه القوى الدولية لا تزال تقف على الضد من فكرة إسقاط الانقلاب والقضاء على ميليشي الحوثي باعتبارها شريكا لهذه القوى في مكافحة الإرهاب كما تزعم وليس جماعة إرهابية كما تقود الحقيقة توليفة من الحلول قد لا تبدو منطقية بالنظر إلى الواقع لكنها قد تجد طريقة للتنفيذ إذا ما نظرنا إلى سوء أداء السلطة الشرعية وإسراء القوى الدولية على الشراكة مع جماعة إرهابية لمكافحة ما تسميه الإرهاب